فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة وإن لم يكن العابد يقصد ذلك نهم نعم نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى ما يعبد من دون الله كالصلاة إلى الصنم أو إلى الصليب أو إلى الصورة نهينا عن الصلاة واستقبال هذه الأشياء منعا للتشبه بالكفار